أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم وافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغلالا منفئة إلى الأذقال فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم إنا نحن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوه وفعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا مشا مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائلكم معكم أئل ذكركم بل أنتم قوم مسلفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسهلكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد للرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الشنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا بني يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نقيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته ويده وفلا يشكلون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشنس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد دناه ونازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تذنك القمر ولا الليل سامق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غلقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفق لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا أنتعنوا لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداثين ربهم ينسبون قالوا يا غيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما معل الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبدون إن أصحاب الجنة اليوم في شغء فاكهون هم أسواجهم في غيال على الأرائك متكوون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عجل مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفلون اليوم نختم على أفوادهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسدون ولو نشاء لطرسنا على أعينهم على أعينهم فاستبطوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لوسطناهم على مكانتهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيئا ولا يرتعون ومن نعمله ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له لنهما إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القوم على الكافرين أولم يروا أن ما خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من ودون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من لفة فإذا هو قصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فصبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه تنتعون